بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن يصيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عبد ما وسعوا علم الله اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وفرض اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بقى اللهم بارك لنا في أسمعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشيخنا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وآل بيت نبينا وذرياتهم وسائر المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مسنين بها قابليها وإتماء علينا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد نكمل قراءة كتاب شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب في القارئ أبي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمهما وعلم شيخهما وتلامذتهما في الدرين آمين فصل في المسح على الخففين وهذا من متعلقات الوضوء وليس من متعلقات الوسي لأن المسح على الخففين لا يجوزه للمغتسب يجوزه للمتوضئ فقط فهذا من متعلقات الوضوء فصل في المسح على الخففين والخف هو ما يغطي موضع الفرد من القدم لكن لو ما غطاش موضع الفرد من القدم يسميه شخف يسميه بقى بلغة المصريين مداش يسميه نعل يسميه أي حاج لكن لابد أنه يغطي الكعبين اللي هو بلغة المصريين يقولك بز الرجل اللي هو الكعبين كل رجل لها كعبين بيس فيبقى لابد أن يكون خفا شرعيا أن يغطي موضع الفرد من القدم موضع الفرد أيها ليس ربنا يقوله وأرجلكم إلى الكعبين هذه موضع الفرد يعني لازم يوصل للكعبين واضح علشان ينفع تنسح عليه يبقى لابد أنه هو يكون أولا طاهر يقولك شروط وأنه يغطي موضع الفرد فصل في المسح على الخفين والمسح على الخفين جائز في الوضوء لا في غسل فرد أو نأه يبقى دم المتعلقات في الوضوء جائز في الوضوء لا في غسل فرد أو نأه ولا في إزالة نجاسة طبعا لأنه ما ينفعش برجلي فيها نجاسة من جوة كأن دميت قدما داخل الخف لو دميت القدم داخل الخف يبقى صابتها نجاسة فلازم أطلعها من الخفة وغسلها يبقى ما ينفعش برضو إلا في إزالة نجاسة لابد إزالة النجاسة من الغسل فلو أجنبه يعني أصابته جنابه ليه موجب من موجبات الغسل نقولنا أنه يجب الغسل بالإلاج وبالخروج المني وبالحيد والنفاس والولادة والموت كده برده فلو أجنبه أو دميت رجله يعني برح ونعرفين أن الدم نجس إلا دم الأنبياء وخبارك فطالما الدم نجس يبقى لابد أن نرسله فلو أجنبه أو دميت رجله وطبعا زي الدم القيح والصديد والجروح والقروح والحروق ساعة تعمل يعني حاجة منفوخة كده ويبقى دخلها ماء هذا الماء لما يخرج وينز ده نجس وخبارك يبقى لابد من غسله كل الحاجات يبقى لابد من غسله فلو أجنبه أو دميت رجله والدم يبقى دم أو قيح أو إفرازات كل ده اسمه دم لأنه ده الدم هو منتجاته بقى لأن القيح ما هو إلا دم يتسل بقى فأراد المسح بدلا من غسل الرجل لم يجز في الحالات اللي زي دي لما تسيبه نجاسة أو يريد أن يغتسل أو أصابته جنابة أو أصابت رجله نجاسة إذا أراد المسح في الحالات دي بدلا من غسل الرجل لم يجز بل لابد من الغسل إيه في الصور دي وأشعر قوله يعني قول المصنف جائز أشعر كلمة جائز أن غسل الرجلين أفضلوا من المسح أفضلوا من المسح هنيجي بقى بعد كده في إيه في الأعذار في المبيحة دي هتيجي في باب التيامم صبر جميل بعد الموضوع نحنخش في باب التيامم ليه أعذار الجروف والحاجات دي وقد تضرها الماء ولا لا ومسح على الجبيرة وغيره حييجي بقى أي من متعلقات التيامم لكن لو أصابته نجاسة والماء لا يضرها يبقى يجب غسلها بالماء فلما الماء لا يضرها وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى يعني علشان حتمسح على الخفين ما ينفحش أمسح على رجل وغسل رجل واضح يمسح على الرجلين الاثنين يغسل الرجلين الاثنين إمتى أمسح على رجل واحدة لو كان فاقد الرجل الاثنين لأن فاقد المحل يرفع الشكم طبعا سيجي لك ثور بعد كده أنه ممكن لو الرجل دي فيها داء والرجل الثانية ليست فيها داء يبقى يغسل الرجل التي ليست فيها داء وامسح على الرجل التي فيها داء لوجود العزر لأن الميسور لا يسقط بالمعصور طبع قواعد المزهر الميسور لا يسقط بالمعصور واضح مع الجمع مع التيمم في الحالات اللي زيدي بقى هتيمم كمان عن الرجل يعني يمسح على الرجل اللي مش هغسله لأن فيها داء يضرها الماء يضرها واغسل الرجل السليمة وأتيمم عن الرجل الممسوح ده مذهب الشفية كده لا يكتفي بالمسحة الجبيرة بل يجمع بين المسحي والتيمم خلافا لمذهب المالكية يكتفي بالمسح واضح هنيجي الحاجات دي في التيمم وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط دعم للإنسان السليم اللي ما عندهوش مرض في الأخرى إلا أن يكون فاقد الأخرى يعني مركب طرف صناعي ما أطوع الرجل هو مركب طرف صناعي ليش مطلوب بقى يغسل الطرف الصناعي ولا يمسح على الطرف الصناعي واضح بثلاثة شرائط إيه هي الشروب بقى أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة لأن حديث الرسول بيقول إذا أدخلتهما طاهرتين أي الكي كمسح على الخفين إذا أدخلتهما ده نص كلام النبج طاهرتين يبقى لابد أن أنا أدخل القدمين طاهرتين يعني ما ينفع شخص الرجل اليمنى وأنا الشيف هو ألبس الخف وبعدين أغسل الرجل اليسرى وأنا الشيف هو ألبس الخف وأمسح لأن أنا هنا ما أدخلت لهم شي طاهرتين الصهارة ما اكتملتش لما لبست الخف في اليمنى كتلسة الرجل اليسرى ما ده غسلتش يبقى في الحالة دي أعمل إيه أقلع الخف بتاعليه مين والبسه تاهم 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 يعني نفرد أن أنا غسلت اليمنى ونشفتها وروح تلابس الخف وروح تغسل الرجل اليسرى ونشفتها ولبس الخف أنا كده ما أدخلتهم شي طاهرتين يبقى في الحالة دي أعمل إيه أخلع اليمنى بس ولبسه تاني يبقى أنا كده أدخلتهم طاهرتين آه لازم تبقى في الوضوء ما احنا قلنا ده المسح الخفين ده من ملحقات الوضوء مش الغسل واضح؟ يعني أنا بتوضى وحطت رجلي على حوض بغسر رجلي اليمنى الأول رسلت اليمنى وروح تمنشفها ولبس الخف ونزلتها يبقى أنا لبست الخف قبل ما تطهر اليسرى كويس؟ نروح تغاسل اليسرى ونشفتها ولبست الخف كده مثل الصورة دي بقى ما ينفع شمسة على الخفين لإني ما أدخلتهمش طاهرتين أنا أدخلت واحدة والتانية ما كدش طاهرة طب أنا أخرج في المسألة دي أعمل إيه حلها إزاي بأبسط الحلول أروح قلع اليمنى ولبسها تاني بعد ما أكون لبست اليوم تفهم؟ تصورت المسألة تصورت المسألة؟ أعم لا لا الموالاة موجودة ليه لأنه أنا شفها بآلة الثانية الموالاة تفقدها لو جفت بنفسها واخد بالك لكن أنا نشفتها بورقة كل نفس بفوطة فأنا إيه تدخل يبقى الموالاة مستمرة موجود ما فقدتش الموالاة الموالاة تفقدها إذا جفت العضب قبل غسل الآخر بنفسه واخد بالك مع اعتدال طبعا الزمان واعتدال المزاج ما قاله غسل خلاص يبقى طاهرتين برده طاهرتين برده يبقى أول حاجة أن يبتدئ أي الشخص لبسهما لبسهما بعد كمال الطهارة يعني بعد غسل القدمين فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكتي تهمتوا بقى كلام الشيء طب وحلها إيه يخلع الأولاني ويلبسها ته ولو اتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة طب هو هنا الصورة التانية دي اتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة غسل رجل الاتنين الحمد لله وكمل ودوقه نشفه وبيلبس اليمين جاي بيلبس الشمال قبل ما يكمل لبسها طلع منه ريش آه هنا ما ينفعش يقلع ويبس التاني توضع ودوق جديد واضح ولو اتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الربل قدم الخف لم يجز المسح برضو واضح وأن ده الشرط الأول إدخالهما طاهرتين أول شرط ولهما الخف طاهرتين الشرط التاني وأن يكون أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين اللي احنا قلناها في الأول يعني بكعبيهما يبقى القدم كل قدم ديها كعبي وما اللي احنا بنقول عليه الكعب في لغة المصريين هو اسمه العقب الكعب في لغة المصريين اسمه العقب العقبين واضح لغة المصريين العامية يقول لك الكعب قال له وإله أعقاب إنما الكعب الشرعي هو العزمان الناتقاني بين الساقي ودين القدم واخد باله على كل جانب للكعب لو يجب أنك انت الغسل يوصل لحد دولة لا افرد أنا جبت خف شفاف ما يدرش يعني مش شرط إنه يسطر النظر من حيثه إنه هو يبقى كثيف لا يسطر الموضع ولو كان شفافا لا هنتكلم على الجورب بعدين أما خلص ما دول خف احنا من التسألة اللي بتسأل فيها ده الجورب اللي هو الشراب ليس صبر جميل مستعجلين على رزقك ناخد إيه باب باب كده حاجة حاجة يبقى أول حاجة فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهم الرملي هو اللي ظبط المداس كده بكسر الميم مداس ولكن العوام في مطلعك مداس لكن الإمام الرملي قال بكسر الميم فصيحة الفصيح فيها كسر الميم مع فتح الجورب المداس اللي هو إيه يعني حاجة يدوب تدوس عليها كده وطالع منها كعب صغير يعني إيه حرف حفة ما توصلش الحد الكعبين آه زي البلغة مزبوط أو السبوب ده ما ينفعش بقى أمسح عليه لأنه مش مغطي موضع الفرق يبقى 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 المصريين الوقت يبقى أم على فكرة ما بيستحملوش حد بعد الثورة ما بيستحملوش حد ولا بيستحملوا بعضهم فلو عملت الحركة دي بعد الثورة انت حر الله أعلم الله أعلم حتيجي تاني الدرس الجاي ولا حننزولك في المستشفى فربنا ينجينا ويرسن أخلاقنا والمراد بالساتر هنا الحائل أهو لا مانع الرؤي الحائل لا مانع الرؤي واضح وأن يكون الساتر من جوانب الخفين لمن أعلى هما يعني لازم استفرم الجوانب ومن أسر لكن مش من أعلى يعني افرد أن الخف ده واسع الرقبة بحس أن أنا شايف رجلي من جواه من فوق ما يدورش أمسع عين واضح يبقى العبرة بأن يبقى الساتر من أسفل ومن الجوانب لا من الأعلى واضح بخلاف طبعا ساتر العورة في الصالب العبرة بالساتر من أعلى لا من أسفل يعني ممكن تبقى لابس الجلبية ومش لابس منطلون لوح النبل تحته وبص جدا حيشوف عورتك لكن تسأل بالجلبية دي ليه لأنها ساترة من أعلى يبقى الساتر في عورة الصلاة العبرة أن يكون من أعلى واضح أما الخف فالساتر فيه من أسفل والجوانب والمرد الساتر هنا الحائل لا منع الرؤية وأن يكون الساتر من جوانب والخفين لا من أعلى وأن يكون شرط التالت مما يمكن تتابع المشي عليهما يعني يستحملوا أنك تمشي بهم خطوات كده ما يتخرقوش لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال يعني تتابع المشي المشي بتاع إيه المشي اللي بيحتاجه المسافر لما ينزل على دبيته ينزل شنطته يمشي شوية كده يشرب يرجع تاني يعني يستحمل خطوات دي مش يسافر بيها يعني على قد خطوات محسورة ويأخذ من كلام المصنف كونهما قويين لحيث يمنع النفوذ الماء لأن ما يقولك يمكن تتابع المشي عليهما يعني سفيقين وطالما سفيقين يعني سميكين طالما سميكين يعني لا ينفذ الماء يأخذ منه يعني من كلام المصنف يوفى منه ويأخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء ويشترط أيضا طهارتهما يبقى لازم كمان أم لبس الخوف اللي حمس عليه الخوف ده طاهر نفسه واضح لأننا حصلي به يؤخذ يفهمه يفهم منه ومنصوص عليها في الكتب ويقول إيه الحواش الكبير أنه يشترط عدم نفوذ الماء يبقى من جلد لكن لو كان يدخل من خلال شيء المخصوف ما يدرش لكن هو نفس طبقته طبقته تكون لتنفيذ الماء بذلك ولو لبت خفا فوق خفا لشدة البرد مثلا يعني لبس خفين فوق بعض عشان الدنيا برد فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل يعني الأسفل صلع مخرق فأنت لبسته فيه خف تاني فالمخرج ده غير صالح للمسح لأنه مخرج ولبسته فيه واحد أعلى يبقى الأعلى هو اللي صالح يبقى تمسع على الأعلى وكأن المخرج ده بيطانة والصالح ده ظهارة واضح؟ يبقى تمسع على الأعلى صبر جميء موضوع الجورة بس الأول لابد أن أتصور المسألة الأصلية وبعد كده أبتدي أستنتجها ولو لبس خفا فوق خفا لشدة البرد مثلا فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى على اعتبار أن يجعل الأسفل الغير صالح بطانة والتاني ظهارة وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى طب افرج إن أنا لابس الأعلى هو اللي مخرق والأسفل هو اللي سليم فلما جيت مسحك رحت ألعت الأعلى ومسحك على الأسفل صح بالاتفاق طب لا مسحكا على الأعلى الصورة دي بقى إن كان الخروم دي توصل المسح للي تحته يصح ما توصلش لا يصح سهلا نقرة الصورة فيقول لك إن وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح أو الأعلى فوصل البلل للأسفل صح إن قصد الأسفل أو قصدهما معا لا إن قصد الأعلى فقط وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزاء في الأصح يعني فيه مقابل للأصح إنه اللي هي جزي أما يقول لك الأصح ده الرجح بالأول هذا مرمح أي صد نايا الرؤع دي واخد بالك الرؤع دي جعلته صالح للمسح أو لا جعلته صالح للمسح وممكن تبقى رؤع كويسة فأصبح صالحا للمسح وأنا طالما عالجت الخروم التخرقات دي برقع تبقى أصبح صالحا للمسح أنا بنتكلم في صورة إنه يبقى واحد فيهم صالح والتاني بالصالح واخد بالك ويمسح المقيم يوما وليلا دي مدة المسح يبقى عرفنا الوقت شروط الماسح شروط الماسح إنه يدخلهما طاهرتين وشروط الممسوح اللي هو الخف أن يكون طاهرا وأن يتحمل تتابع الخطة وأن يسطر ماضي على الفرد من الجوانب ومن أسفل ولا يشترط من أعلى شيء دي الشروط طيب أن يجب بقى مدة المسح أنا حمسح أعد أمسح مدة قد إيه واخد بالك يقول لك هنا ويمسح المقيم يوما وليلا ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخرت يعني أنا بدأت المسح ليلا يبقى أبتدي عد ثلاث ليالي ابتلت إيه أيام نهاري بدأت المسح نهارا أبتدي عد ثلاث إيه أيام نهارية مع ليليهم واخد بالك مع ليليهم حبدأ المسح أحسب المدة هل مجرد اللبسي ولا بحدوث الحدث أو بمجرد أول مسح تحتمل كل ده أبتدي أحسبها بقى الراجح أن أنا أحسبها من أول حل المسح يعني عند انتهاء الحدث الأول واضح هو ده المتفق علي يعني أنا أمتى يجوز لي أن أنا أمسح أول ما أحدثت وانتهى الحدث بتاعي في أول حدث بعد أدخلها طاهرتين يبقى في الحالة دي يصح لي أن أنا أمسح يبقى تتحس بالمدة من هنا من أول حل المسح يعني من الانتهاء من الحدث الأول بعد لبسط ويقول لك من انتهاء الحدث مش من أول الحدث يعني أنا مثلا دخلت الحمام وعندي تعنية قعدت في الحمام نص ساعة يبقى يبتدي الحساب بعد النص الساعة دي مش من أول ما دخل عند انتهاء الحدث برضو أول ما استيقظ أول ما استيقظ لو بنوم يبقى أول ما استيقظ يعني أنا انا توضقت اديك مثال توضقت للفجر والبست الخف ونزلت صليت الفجر وقعدت في الجامع لحد الشروق وصليت الضحة بنفس الوضوء ده الحمد لله صلعت في البيت على الساعة 9 الصبح انتقض وضوء تبولت مساء ولي دخلت الحمام فأي ناقد من النواق ساعة 9 الصبح وما توضعتش إلا مع عدم الضحر فأول مساء حالية كانت في ساعة 12 واضح والحدث كان تسعة يبقى أنا أقعد يوم وليه لأ من تسعة لتسعة مش من 12 لتناشر ولا من الفجر للفجر تهمت بقى ما أنا لبست أنا الفجر أنا لبسته الفجر لكن ما اطنعتش وضوء إلا الساعة 9 يبقى المدة بتبدأ من أول ما يحل المساء واضح مش ما أول مسحة أنا أول مسحة ليه كانت بقى صلاة الدور الساعة 12 لبسته الساعة 4 ونص صبح فجر وبعدين انتقض الساعة 9 ومسحت قبل الدور الساعة 12 أحسب اليوم وليلا من إمتى من 9 الصبح هيعود كله دم يخش الحمام لا يدخل الحمام زي ما عايز بس كل ما يتوضى يمسح عليه كل ما يتوضى يمسح عليه يدخل الحمام عادي يدخل زي ما ما عايز ونحن يعني بنعه الله حيتنقض ولقوا 100 مرة ميتنقض المهم إيه ليه إنه يمسح عليه يمسح عليه من 9 الصبح لحد تاني يوم 9 الصبح نوى هو مسح عليه الساعة 8 ونص الصبح علشان يصلي الضحة 8 ونص الصبح الثاني هو لابسه من مبارئ حينتهي الوقت المدة الساعة 9 الصبح فدخل بقى في صلاة الضحة وهو كان يطول لحد ما وصل عند التشاهد بقى التسعة حتدوق الساعة 9 انتقض ودوق وبطل الصلاة هاي هي مدة 24 ساعة يا أستاذ المدة انتهى اكسباير ديت فبلغة الأطباء يبقى إيه يبقى وكان ماسح عليه ومدته تخلص ساعة 9 الصبح فلو جت تسعة بالضيئة وانتقد وانت داخل صلاة بطلة الصلاة دي كأن انتقد ودوقك في لحظة في لحظة يبقى لازم يخلص صلاة قبل تسعة واخد بالك يبقى لازم في الصورة دي يخلص صلاة قبل الساعة هو ينفع يصلي بالجزمة ها ينفع بس مش في المسجد المفروش لا مش في المسجد بحيث أن يكون الحزاء طاهرا ماش لو جزمة برقبة برقبة مش برقبة ما تفرقش يصلي بيها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خليفه اليهود والنصارى وصلوا فيني عليكم حديث البخار اسبر علي اسبر علي إذا كان فيه شروط الخف إذا كان فيه شروط الخف وأدخلهما طاهرتين بالشروط اللي قلناها دي يمسح عليه ولو مسح عليه ما يقلعوش وهو بيصال لأنه لو قلعوه لازم يروح يغسر رجل واضح يا أستاذ ولو حيصلي عبناء له ما يخشش المسجد اللي مفروش مكت وإلا المصريين بعد الثورة حيقتلوه جوه في المحرار في أم تاني إزاي لكن لو صليت في الشارع في الجنينة واخد بالك إزاي في المعسكر في الصحرة ما يدرش بالحزاء بتاعك أو البيادة بتاع الجيش ما تحسبش بالفرود احسب يوم وليلة كده تحسبها يوم وليلة مش بالفرود هو النبي قال كده يوم وليلة ده حديث النبس مش كلام يعني ده كلام النبس مروي عن سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عائشة سألوها عن مدة المسح قالوا سأله عليا فإنه كان أدرى بها يسافر مع النبي أكتر منه فرحوا سأل بسيدنا علي قال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر هذا كلام إيه إنه كده برضو كلامه كلامه هل هو فعل ذلك النبي مع نفسه أم لا ده مسألة مبحث آخر ولو خالف قوله فعل يقدم القول على الفعل ولا لا ده مسألة أخرى في المباحث لكن خلينا هنا ما تقولش شوفه فرود أنتوا نفسكم بتبقى أول أسئلة معي أنتوا كل درس بتبقوا مع كل الناس كده ولا معينا بس أنا رزي واسي أبدا أنت لازم حتصلي بالنعلي مرات كتير في عمرك طالما أنت بتخرج رحلات وبتسافر وبتصلي في الشوارع وبتصلي على الأرض مش مفروشة طب ما أنت حتوسخ الشراب كده يبقى رجلك على أنا وتقف على الرمل كده حتوسخ الشراب صلي بالنعلي طالما يكون طاهر بشرط أن يكون طاهرا وما عملتش فرشة لكن أنا معي مصلية فرشتها يبقى لا بقى النعلي وحقف على المصلية إن كنت ممن يقتدى به صلي بالنعلي ولو مر حتى يراك الناس فيعرفوا سنة ميتة وإن لم تكن ممن يقتدى به فاخلع النعلي وصلي قدام الناس بغيره حتى لا يهجموا عليك ولا يصدقوك إذا أخبرتك إنما ما تبقى من أهل الهيئة والعلم ولابس كده العمامة الأزهري والجبة والحطان الأزهري وعملت صليت بالنعلي الناس إيه سلموا لكلامك إن ده آه رمز العلم إنما ما يقابلهم أنا بالكربطة كده وبتشتغل إيه جراح وصلي بالجازمة حيتخنقوا معايا لو أقولهم مئة حديث مش حيصدقوني فيمتلك إزاي فلازم الإنسان ما يفتنش الناس خاطبوا الناس على قدر عقلهم فتختار الحالة اللي بما الناس تكون بتسق فيك وتسق في علمك تعمل الصنة الميتة يقوموا يتعلموها منك إنما الناس لسه ما تعرفكش وما تعرفش درجة علمك يبقى عمل اللي مفتدين عليه حتى لا تقتنهم لو لوحدك بتحرف لك أن تختار هذا ده جائز وده جائز بيقول لك فضيلة الدكتور برجاء الأسئلة تأخروها للآخر لأنه قد يجاب على معظمها أسماء الدرس عنده حق عنده حق يبقى احنا قلنا يمسح المقيم يوما وليلة تتحسب اليوم والليلة دي عند انتهاء أول حدث عند انتهاء أول حدث وقلنا انتهاء أول حدث ليه لأنه قد يكون الحدث ياخد مدة زمنية فميتحسبش لا من أول حدث ولا من وسط الحدث بل عند الانتهاء من الحدث وكذلك المسافر يبقى ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخرت وابتداء المدة تحسب من حين يحدث شوف كلام الشيخ وابتداء المدة تحسب من حين يحدث مش من حين يلبس الخط في المثال بتاعنا ساعة تسعة الصف في المثال بتاعنا بسم الشرط كل تسعة الصف تخش تحدث ده مثال وليس أمر وابتداء المدة تحسب من حين يحدث أي من انقضاء الحدث الكائن شوف بقى الشارح لحسن تتكر من حين يحدث هل من أول الحدث ولا من وسط الحدث ولا من آخر الحدث أم شرح حالك ودي فايدة الشارح فالشرح حالك أي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس واخد بالك طيب يقتل المسلم بغير حق طالع من الصعيد عشان يأخذ طاره ويقتل الجدع اللي هو موجود في اسكندرية وركب قطر الصعيد من اسكندرية وقال لحد ما يوصل اهو ده عاصي بالسفر لما هيقتل بغير حق امرأة سافرت بغير اذن زوجها ده عاصية بالسفر انسان سافر بغير اذن ابيه وامه او مع معصية ابيه وامه يبقى ده عاصي بالسفر لا يترخص العاصي بالسفر لا يترخص فان الشارع لا يعينه على معصية واضح يعني لا يقتر الصلاة ولا يجمع الصلاة ولا يفتر في رمضان ولا يمسح مسح مسافر قط دي بالك ده العاصي بالسفر تقيمت المسألة طب العاصي في السفر ده ما يدور شي ترخل يعني مسافر لهدف مباح او مطلوب لكن وهم سافر اعلي عكس الستان ده عاصي في السفر اه ده يترخص ويتعلم الادب معلش يعلمه الادب لكن ايه له ان يترخص واضح لانه ده عاصي في السفر وليس عاصيا بالسفر فبتبه لك الفرق من الحد الدقيقة اللطيفة لان حجلنا تاني في ابواب قصر الصلاة هنقولها تاني في ابواب ايه وحنقولها تالت في الفطر للمسافر في رمضان حنقولها تلات مرات مرة في المسح ومرة في الافطار ومرة في قصر الصلاة وجمع الصلاة للمسافر ان شاء الله عندك مئة سنة وبوك لسه عايش عنده مئة وعشرين سنة اسمع كلامه لو قال لك يا واد ما تمشيش انت بالنسبة له وانت عندك مئة سنة كده يا واد يقول لك يا واد ما تمشيش تقول له حاضر يا با طول ما هو عايش يجب ذره وسمع كلامه واضح وكذلك الام طول ما انت عايش وهي عايشة انت بالنسبة لها ابنها العيل اللي كانت لسه بتردعه يا رب تبقى شاية انا امي لحد الوقت سعاد تقول لي يا واد يا يسر لحد الوقت وهي قاعدة معايا في البيت لما تقول يا واد اقول نعم تطلع بتنجي على ابنه احمد لكن سعاد تقول لي يا واد ما يجرىش حاجم انا يا واد بقى كل مولود ولد جي لورك فيبقى طاعة الولدين دي مستمرة والعاصب السفر والهائم مين الهائم بقى الهائم ده نوع من المسافر اللي لم يحدد مقصده اللي احنا نسميه من بلاد الللخة الالله اه من بلاد الللخة الالله رايح تين يبني قال لا معرفش هربان مثلا هربان من حد بيطرجه الى لا جهة واخد بالك او مسافر كده سياحة في الارض زي ما كان بعض الصوفية زي ما يعملوه يسيب البلاد والعباد ويتفرر لطاعة مولاه ويمشي من بلد لبلد ويهائم على وجه اهو ده بقى لا يقصر الصلاة ولا يمسح مسحة مسافر واضح يبقى والعاصي بالسفر والهائم عرفت الهائم يعني ايه يعني ايه العاصي بالسفر والفرق يعني بالسفر وفي السفر كلنا على فكرة بنبقى عاصين في السفر لان احنا مش معصومين صح؟ كل الام هل حد يعني يسلم من انه يفعل اي معصية ولو حتى الكلام فيه ملادعي من تحسن ودائم الحدث دائم الحدث اللي هو عنده انسلات ريح او سلاس بول او امرأة عندها استحابة او عنده جرح بينز على طول دم واخد بالك من موضع ايه من موضع الفرد ففي نجاسة طلع منه على طول على اعتبار ان هذه النجاسة ننقذة للوضوء عند من يقول بالنقل الشفعية لا ينقذ الوضوء الا بالخارج من المخرج المؤكد واضح؟ ودائم الحدث اذا احدث بعد لكس الخفي حدثا اخر ما حدثه الدائم قبل ان يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي تهره الذي لبس عليه خفه وهو فرض ونوافل فلو صل بتهره فرضا قبل ان يحدث مسح واستباح نوافل فقط سأمت الكلام نقوله تاني بالراحة صرق المصريين لي بالراحة دائم الحدث لما بيتوضأ بينوي استباحة الصلاة لا رفع الحدث لان الحدث مستمر قلنا كده قبل كده نية دائم الحدث في الوضوء هي استباحة الصلاة لا رفع الحدث لان الحدث مستمر كويس؟ فدائم الحدث هذا اللي هو عنده سلس بول او انفلات ريح او براز او شيء من هذا نسأل الله السلام لنا جميعا عمل ايه؟ اتوضى ولبس هو الخف على الوضوء اللي قبل كده ونوى استباحة الصلاة خفيف؟ فبعد ما اتوضى الحمد لله ومسح اصل ايه؟ هو عنده سلس بول ده الحدث المستباح عنده العزر امطلع ريح اه ده كده امتقد وضوء لانه هو اصلا عزره مش الريح ده عزره سلس البول فلما يعمل ريح يبقى امتقد وضوء وخلال لكن لو هو عزره سلس البول حتى بعد ما يتوضى ونزل البول منه وما تنقرش الوضوء ده لانه هو ده الحدث الدائم اللي معزور فيه اهيم؟ فلو الراجل ده اللي هو او المكلف عشان تدخل المرأة او الرجل المكلف اللي عمل كده يقول لك ودائم الحدث اذا احدث بعد لبس الخط الخفي حدثا اخر غير حدث اللي هو الدائم بتاعه مع حدثه الدائم قبل ان يصلي به فرضا يمسح طيب يتوضى ويمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه وهو فرض ونوافل احنا عارفين ان دائم الحدث ده بيتوضأ بعد دخول الوقت بيتوضأ بعد دخول الوقت بنية استباحة الصلاة يصلي به فرض واحد والنوافل المتعلقة به فلو جاء فرض تاني لازم يتوضى تاني يبقى الوضوء دائم الحدث ده لا يتحمل صلاة الا فرض واحد بس واضح والنوافل المتعلقة به طيب انا بيقول ايه فلو صلى بتهره فرضا افرد ان انا بقى ايه اتوضيت وانا عندي دائم حدث توضأت الحمد لله وتمام ومسحت وما اتنقدش وضوئي بحدث اخر رحت مصلي الفرض بتاع خلصت الفرض عندي سنة بعدية انتقد وضوئي بحدث اخر بيس اروح اتوضى تاني وصلي نوافل النوافل واخد بالك وصلي النوافل ما ينفعش بقى استمر وصلي الفرض اللي حيجي بعد لان بمجرد ما ايه ما خلصت النوافل مش انتقد الوضوء ما انفعش يستمر هذا صالحا لصلاة لم يأتي فرضها بعد لان لا يجوز ان اتوضأ وضوء دائم الحدث الا بعد دخول الوقت دائم فلو دخل عيال الوقت وانا دائم الحدث بوضوء انا متوضي قبل الوقت ده لا يصلح لصلاة الفرض دي فلازم اتوضى تاني لان ده اسمه وضوء العذر والضرورة تقدر بقدرها وابح الوضوء اللي يستبيح به الفرض يمس به المصحف ويقرأ به القرآن فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر هجيك سور بقى طيب افرد اجتمع الحضر مع السفر يعني انا انتقد وضوءي الساعة 9 الصبح وانا في البيت جاء لي سفرية الساعة 12 طلبوني يقولوا احنا عايزينك في الصعيد حصلت ازمة رحت مسافر طيب انا انا انتقد ولي 9 الصبح وانا كنت مقيم جاءت وانا مسافر قلت حاج مع الدهر مع العصر جامع تأخير في المحطة لما ايه لما ننزل استراحة بعد ما نكون سيبنا مسافة القاهرة بمسافة طويلة فاروحا ننزل حمسح واخد بالك واقع صلي الدهر واقع صلي مع العصر جامع تأخير يعني الدهر اصلي في وقت العصر وصلت الصعيد جاءت تاني يوم 9 الصبح هل استمر ثلاثة ايام من 9 ل 9 ل 9 ل 9 لان انا بقيت مسافر ولا اغلب حكم الحضر ويبقى ينتقد بعد 9 في قاعدة اذا اختلط الحضر بالسفر غلب الحضر دي قاعدة اصولية تعرفها من قواعد الفقه ولست من اصول الفقه في علم اسمه قواعد فقه وفي علم اسمه اصول فقه دي بقى من قواعد الفقه اذا اجتمع الحضر والسفر على انسان غلبنا حكم الحضر واضح هتديلك امثلة يعني انا كنت مسافر ومسحت في السفر 9 الصبح برد وانا كنت مسافر وبعدين وصلت مصر بعد يومين يبقى بمجرد وصولي بلدي انتقدر ايه المسح لان مش هستنى بقى ثلاث ايام هتعامل معاملة المقيم يبقى انتقد ثلاث لانا بدأت المسح وانا مسافر ثم وصلت الى مكان الاقامة فاجتمع علي السفر والحضر في اثناء مدة مسح المسافر اليه ثلاث ايام يبقى انتقدت الثلاث لانا غلب حكم الحضر سورة ثانية ان انا بدأت مقيم وانتقد وضوئي وانا مقيم ثم ترأى علي السفر فمسحت في السفر بيبقى وغلب حكم الحضر ويبقى بعد يوم وليلة اضطر ان انا اعمليه اخلع الخف واغسر رجلي ولوه كامل والبسه تاني وانا بستفر عشان ابدأ عدة تلاث ايام في امتى يا استاذ وحتيجي نفس القصة دي في ايه في القصر انا ركب المركب او الباخرة ونويت صلاة الظهر قصر وانا بسفر في البحر فوانا بقرى التشهد التاني الاخير في الركعة التانية لقيت صفارة الباخرة بتقولي ان احنا وصلنا الى المياه الاقليمية اقوم اجيب ركعتين باقت اربع ركعات بدل ما سلم فلما سمعت الصفارة وصلنا يبقى اجتمع علي الحضر والسفر اغلب حكم الحضر يبقى اكملها اربعة فاهمت الصور دي تقض بالك من مثل اجيب يبقى اجتمع الحضر والسفر اغلب ايه حكم الحضر لانه هو الاصل والمصرين يقولك ايه على الاصل يدور كده بقلو ما على الاصل يدور دي دي قاعدة فقهية خدوها من الازهرية الازهرية كانوا عشين فوسط المصريين لنوم فيعلموا الناس ايه على حسب الاحكام الفقهية يعلموهم العدد بتاعتهم حتى لما واحد يتدخل في حاجة يقوم ايه يفسدها يقولوا ايه خلها خل خلها خل لان الخمر اذا تدخلت فخللتها تظل نجس ما تطورش برد تبقى خلتها خل يعني ما زالت نجس تبقى لكن امت تدخل الخمر بالتخلل ان تخللت بنفسها بدون تدخل لو تخللت بنفسها تهرت وان تخللت بتدخل باضافات عليها تبقى خلتها خل افسدتها برد تظل نجس تبقى ان ايه ان القواعد المصريين اللي يقولوها في كلامهم العادي ده ده منبسك اصلا من علم الازهري لان الازهرية كان يمثلوا كل طبقات الشعب وعايشين في وسط الناس طول عمره تبقى يبقى يبقى فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام قبل مضي يوم وليل أتم مسح مقيم سهلة والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسمه المسح اذا كان على ظاهر الخف يبقى الواجب في مسح الخف هو اي حاجة يطلق عليها المسح مش شرط بيدك ان شاء الله تجيب خشبة كده تبلها وتمطرها وتمسح بيها كده مش قادرة وقت فمسحت بيها كده اي حاجة تبقى لك ويكون على ظاهر الخف ده الواجب والسنة انك تمسح على الظاهر والباطل يعني تجيب ايد على الظهر ويد على الباطل تبقى لك ده السنة يبقى الباطل الخف ده سنة لكن الواجب هو ظاهر الخف واضح والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسمه المسح إذا كان على ظاهر الخف وعلشان كده تقعلت برضو إذا اجتمع السفر والحضر في الصيام يعني أنا هسافر اسكندرية في قطر الساعة عشر الصبح وإحنا في رمضان وإحنا في الصيام بيبتدي إمتى الفجر يبقى أنا طلع علي الفجر وأنا في بيتي يبقى حبقى فائد وحركة بالقطر الساعة عشر وحوصل قبل المغرب يجب علي أن أصوم هذا اليوم ولا أفطر بسبب حجة السفر ليه؟ لأن اجتمع الحضر والسفر غلب الحضر فلا رخص واضح لكن إمتى أفطر الفجر بيدن الساعة أربعة في رمضان بيدن أربعة الفجر فجر يدن أربعة وأنا حركة بقطر الساعة ثلاثة قبل الفجر بساعة فاركبت الأرض ودخل علي الفجر وأنا في السفر لي أن أفطر اليوم ولو حوصل إسكندرية تمانية الصفر بهمت بقى واضح لأن أنا بدأت بدأت مسافرا واستمرت مسافرا حتى بدخل وقت الصيام بدخل وقت الصيام علي وأنا مسافر فما اجتمعش علي حضر وصفر في عبادة بهمت بقى لكن في الصورة الثانية الأولانية ده أنا كنت مقيم لحد الساعة عشر الصفر ببيتي وبعد أن ركبت الأطر من القاهرة القاهرة دي بيتي ما هو بيتي يعني إيه دار الإقامة كلها دي اسمها بيتي طيب أنا ستسكن القاهرة القاهرة دي كلها بيتي أبقى إيمن تبقى مسافر لما تقابلني عند محطة الرسوم أعرف محطة الرسوم اللي هي الكارتة تبقى أنا كده خرجت من إيه حدود إيه المدينة الإقامة لأن إنت أنا ساكن في المؤطة وإنت في المؤطة ولو قابلتني في الساعة عيشة هتقول لي أنت مسافر ولا حد قابلتني في مدان التحرير تقول لي أنت مسافر لكن لو قابلتني عند محطة الرسوم عند 6 أكتوبر هتقول لي أنت رايح فين مسافر رايح فين صح ولا لا يبقى إيه الحد علشان يبقى مسافر لازم أخرج عن حدود مدينة الإقامة علشان لما أخرج عن حدود مدينة الإقامة يبقى اسمي مسافر إنما لو أنا متك الشنطة وماشي في مدان التحرير حد يقول أنت مسافر مش هيقول لي أن أنا مسافر قابلت حتى لو متأكر حتى توصل قبل المغرب بعد المغرب فلما دعخل عليك الصيام وإنت مقيم تكمل اليوم إزاي مسحة ليه ما هو المسحة الخفين برضو حتتم مسحة مقيم برضو حتتم مسحة مقيم نفس القاعدة صح فإنبي يقول لك هو الواجب في مسحة الخفة ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخفة ولا يجزئ المسحة على باطنه اللي هو إيه أسفله يعني ولا على عقب الخفة يعني إيه خلفه ولا على حرفه ولا على الحروب بتاعته الجوانب ولا على أسفله كويس لازم يبقى ظاهر الخفة عشان كده سيدنا علي ليه كلام لطيف سيدنا علي إبن أبي طالب فنيقول لو كان الدين بالعقل لكان المسحة على باطن الخفة أولى من المسحة على ضايرة لكن الدين العلة تعبدية والعلة التعبدية يعني مش عارف علتها مش عارف شكمتها فيبقى يقولك تعبودي الفقاة ما يبقى مش معروفة الحكمة يقولك إيه تعبودي يعني إيه المسألة دي حكمها إيه علتها يقولك تعبودي يعني إيه تعبودي يعني غير معلومة العلة يعني لا يقص عليها ظلامة تعبدية يبقى لا يقص عليها لكن لو العلة لو العلة معروفة لو العلة معروفة ممكن يقص على العلة في أمور موجودة فيها نفس العلة يوم يندرج عليها حكم الأصل كده بره في علم القياس كده وفي فرق بين العلة والحكمة ليست كل علة حكمة ليست كل حكمة علة ولكن كل علة قد تكون حكم واخد بالك الفرق بين الحكمة والعلة أن العل وصف ظاهر منضبط العل وصف ظاهر منضبط إنما الحكمة وصف ظاهر غير منضبط واضح زي ايه لو كنت مسافر لك ام تفتر كده بره هل العلة هي المسافة ولا العلة المشقة المشقة حكمة لانها غير منضبطة المشقة دي غير منضبطة لانها تختلف باختلاف وسيلة السفر وتختلف باختلاف حال المسافر وانت شاب غير وانت عبوز كده وسيلة السفر المريحة غير وسيلة السفر غير مريح طريق معبر غير طريق غير معبر اه يبقى دي غير منضبطة يبقى المشقة دي غير منضبطة في الحر غير في الجو الجميل غير في الشتاء الشديد كده بره يبقى المشقة وصف ظاهر غير منضبط وبالتالي يبقى القصر في السفر العلة فيه ليست المشقة لكونها غير منضبطة ولكن المسافة لكونها منضبطة يمكن قياسها ما شكري ولك مسافة القصر ما يقولك شو مشقة الصب لأن مسافة القصر مسافة منضبطة هذا رئيس ولك كذا كيل مش هتتغير بتغير العمر ولا الزمن ولا الوسيلة ولا الطقس ولا الجو ولا الطريق المعبد وغير المعبد فالمسافة دي في امتنى بها الفرق بين العلة أنها وصف ظاهر منضبط وإيه وبين غير منضبط وليس كل حكمة علة يعني لو الحكمة كانت منضبطة صارت علة واضح وعلى شك كده في أبواب القياس ساعات يقولك المصالح المرتلة المصالح المرتلة دي حكم مش علة فقد تختلف باختلاف نظر الفقية فكل فقية ينظر لها بطريقة شك لكن العلة ما يختلفوش فيها المصالح المرسلة دي حكم مش علة وعشان كده ما تلاقيهاش في باب القياس تلاقيه بباب منفصل يقولك الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة يخليها بر عن القياس لأن القياس مرتبط بالعلل والمصالح ومرسلة مرتبطة بالحكمة واضح زي بالضبط في الخامرة العلة تحرمها الإسكار مش قدر المشروب ولا نوع المشروب قد يكون مصنوع من البصل قد يكون مصنوع من الشعير قد يكون مصنوع من العنب قد يكون مصنوع من الطمر أي حاجة تسكر تبقى خمر وكل خم حرام والعلل الإسكار لأن الإسكار وصف منضبط وفي بالك ساب على طول لأنه بيغطي العقل لا أما والعلل الإسكار ولو من كثير وعشان كده الرسول يقول ما كان ملء الفرق منه ما كان مثل الفرق منه يسكر فملء الكف منه حرام والفرق يعني برميل يعني لو هتشرب برميل عشان تسكر يبقى ملء الكف منه حرام برميل العل أنه حيسكر مش العل الكمية بقى العل الإسكار لأن الكمية تختلف من واحد لواحد وإذا بقىك واحد متعود عليها ممكن يشرب كبايتين ولا يجرى له حب واحد تاني يشرب له كباية واحدة يقلب الدنيا لأنه مش متعود عليها يبقى دي غير منضبط حدوث السكر نفسه غير منضبط تقيمتني ازاي لأنه يختلف باختلاف الإنسان لكن الإسكار دي صفة في المشروب تقيمتني ازاي فيبقى علة لأنه منضبط تقيمتني ازاي ليس حدوث السكر بل الإسكار ذاته فحدوث السكر ده ما يحدثه في المكلة لكن الإسكار ده في السائل نفسه في المشروب واضح؟ ففي فرق يعني تاخد بالك من طريقة تبكير الفقه عشان هما تيجي تمشي في الفقه تبقى عارف هما بيفكروا ازاي ويبطل المسح والسنة في مسحه ان يكون خطوطا بان يفرج المسح بين اصابعه ولا يضمه يعني هو بيمسح يمسح بخطوط كده يعني يمسح عشان يستوعب يعني يستوعب كل ظهر الخف لا بطني اللي هو بطن الخف اللي هو ايه بطن الرجل لا برضو اسفل وممكن يبقى ليه حواف اسفله زائدة عنه قد يكون الخف لي حواف وانت حطوله ازاي جوه لا لا هو ما ينفعش تمسح على بطني يعني الجزء اللي هو بطن الكف واخد بالك بطن الرجل اللي هو اسفله ويبقى العطف عطف بيان ما يجراش حاجة يقولك ولا بطني ولا اسفله يبقى العطف عطف بيان ما يجراش حاجة لزيادة البيان ويبطل المسح على الخفين بثلاثة اشياء امتى بقى يبطل المسح على الخفين دي اخر حتة بقى علشان نخش بعد كده في الجورب ونروح وانقضاء المدة ويبطل المسح على الخفين بثلاثة اشياء بخلعهما او خلع احدهما او انخلاعه انخلاعه اما يتخلع لوحده او خلعهما اما انت انت تخلعه فانت بقى لك يبقى لو اتخلعت رجل او الهم الاتنين اتخلعوا يبقى بطل المسح من فشل باسم وانا مش متوضي وبعد نمسى عليه او خروج الخفة عن صلاحية المسح كتخرقي اتقطع وبقى انبين البشر من تحت وتاني حاجة وانقضاء المدة اللي هي الساعة تسعة ساعة المثال بتاع جاءت تسعة انقضت المدة يبقى خلال وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم وثلاثة ايام بليليها لمساك وبعروض ما يجب الغسل كجنابة او حيدة او نفاس اللي لابس الخف وكذلك وجود نجاسة نجاسة القدم داخل الخف كأدمية قدم كده بابل اللي هو قالها في الاول يبقى دي بالنسبة للخف نيجي بعد كده بالنسبة للجورب او يسموها الجرموق في كتب الفقه القديمة يسموها الجرموق المسح على الجرموق سؤال لطيف بيقول لو انقضت المدة يخلع الخف ويغسل القدمين بس ولا يتودى ودوء كامل لو لم ينتقد ودوءه الاول الا بالمدة بس يعني ما عملش اي حدث اخر يبقى يغسل الرجلين على اعتبار ان الموالاة سنة وليست فرضا الا ان يكون دائم حدث فيجب فيه الموالاة يبقى يتودى كله تقيمت الاجابة يبقى عند الشفعية الموالاة في الوضوء سنة ولكن عند الملكية الموالاة ركن من اركانه او شرط من شروط صحة الوضوء طيب على مذهب الشفعية تفريعا على مذهب الشفعية ان الموالاة سنة لغير دائم الحدث فإن انتقد ودوءه بانقضاء المدة فقط يبقى يجي الساعة 9 يخلع الخف ويغسل رجليه ويلبسه تاني ويبقى بتجدد مدة جديدة لما ينتقد ودوءه بعد الساعة 9 فلما البسهم بقى هنا الساعة 9 اتقض الساعة 12 يبقى يما يتنقض 12 اللي بعدها تقيمتين يقال ازاي وهكذا تقيمت السؤال والاجابة يعني اضع فعاد 14 ساعة وغيرنا انت انسان آلي يقولك الانسان الآلي لم ينتقدوا دوله مدة 24 ساعة روبوت بس الروبوت ده غير مكلف ما هيعملوا روبوت على صورة انسان ويلبس بدلة وكربطة وكلها لا مش عيبة مفادلة انت بتسأل ايه مش فائلة لا بس في بول وفي لمس المرأة وفي نوم دي نواقد اخرى احنا لسه ما تكلمناش على الشراب خلاص نخش بقى في الجورب لا مش المعاملات اخلص الحرتة دي خالف النفس والشيطان وعصهما وانهما محضاكا نصح فرتاهي من الله يعني هتسأل على روحك خلاص استنى المرة الجاية لو محصور سؤال معلش المعذور محصور معلش لا يبقى احنا نيجي بعد كده بقى ايه الجورب بتاعنا القماش العادي ده اللي طالع جديد في العصر بتاعنا ده لا ينطبق عليه شروط المسح المذكورة في كتب الثقه القديمة فبناء على دراسة الفقه القديم المعتبر على المذاهب الاربعة لا يجوز المسح عليه الا قول عند الحنابلة يجوز ولو رقيق شفاف مخرق واضح اه عند الحنابلة جد سرفي ليه حرين رقيق شفاف مخرق على قول عند مذهب الحنابلة لكن بقى المذاهب لا يجوز المسح عليه واخد بالك لانه لا يتوفر الشروط المنصوص عليها في كتب الفقه القديم اللي هي في 300 سنة الاولى اللي هي ايه؟ 300 سنة الاولى الهجرية اللي نشأ فيها المذاهب المشهورة المنتشرة واللي عليها التدريف لكن من حيث العمل ومن حيث المقاصد الفقهية ارى انه يجوز المسح عليه لان الشروط التي قالها الفقهاء لم يقولها النبي بل هم استنتجوها من الخف المستعمى الايام النبي ولو كان النبي يعيش معنا الان لأجاز لنا ان نمسح على الشراب واضح؟ لانه مسح على النصية والعمام فاللي ينظر لمقاصد الشرع الشريف يجد انه يجوز المسح على الشراب المعاصر ده اذا كان يغطي موضع الفرد ولبسته طاهرتين ادخلتهم طاهرتين كويس وليس فيه خروق تقابل موضع الفرد لكن لوه مخردك ببعين الساق مدرج موضع الفرد واضح؟ نحن قلنا في مذهب الحنابلة عندهم رقيق شفاف مخرق يجوز ده نصه عليه وان كان بقى الفقهاء يخافوا ايه على الرأي ده حروجا من الخلاف انا شفت شفت مشايخي شفعية يعودوا ده رسولنا يقولوا لنا الشروط دي ويجي يتوضى يمسى على الشراب هقول له ليه ما بتقولش للطلبة كده بيقول له اني بدرسلهم المذهب الشفعي مش مذهب ده مذهب انا مش مسؤول انا بدرسلهم مذهب انا بدرسلهم مذهب الشفعي تهم؟ لان اذا درست الفقه وعشته وعرفت مقاصد الشرع الشريف انه يرفع الحرج عن الامة والتيسير على الناس واخباءة خصوصا انك انت قد تكون في مكان لا تجد انك انت تخلع الشراب وتلبس الشراب وتقلع لطرجة ان الناس اللي بيصمم على غسل رجله ساعات يأخر الصلاة لما يروح بيته يوم يضيع الجماعة ومقصد الشرع على تضيع الجماعة واخبالك والتيسير على الناس مطلوب خصوصا ان الشراب لا تسير به فلا يشترك تحمله تتابع الخطأ لان انا اصلا ما بمشيش به واخبالك على اي حال على اي حال يجوز المسح على الشراب ولكن كلما امكن غسل الرجل خروجا من الخلافي افضل ولكن لو كان المسح على الشراب يعينك على عدم ضياع الجماعة فامسح وابرك الجماعة كأن تكون في خارج بيتك او في مكان وضوء لا يسمح لك انك انت تخلع الشراب وتلبس شبشد لان يكون المكان متسخ وما فيش يبشد وانت لابس حزاء ومش عارف هتقلع الباي وتعمل بهلوان بقى هتقب برجل واحدة وصابع واحدة وتعفل فانت قعد كسر فالشرع مش عايز كده واضح لو لابس بقى شرابين اسبر علي يا عم اسبر علي لو لابس شرابين امسح على ايهما على الملاسق ان كانوا الاتنين سلام على الملاسق ان كانوا الاتنين سلام وعلى احدهما ان كان احدهما مخرك والاخر غير مخرك على اعتبار انه بيطانة وزار واضح سهلا الملاسق للبشر الملاسق لبشري اذا كان الخروق لا تمنع وصول المسح والبلل يبامسح على الاعلى وتقسد الاسفل واضح دكتور لو انا لابس بالجازمة داخل البيض ممكن قبل مالع الجازمة احط المي على خارف الشراب ليه ليه الهدف احنا لازم تستوعب ظاهر كله ظاهر الرجل كلها فلازم تخرجها من الحزاء لا لازم على ظهر الشراب لانك انت مش هتصلي بالحزاء لان انت دخلت بالحزاء في دورة المياه اللي فيها المية المتنجس فازاي هتصلي انت بالحزاء المتنجس ده لانشان كده كان الشيخ الحافظ التجاني رحمه الله وكان نشيخنا كان يقول الحزاء الجلب فيه مسام يتشرب النجاسة فلا يجوز الصلاة به لانه تشرب النجاسة واضح لكن الحزاء اللي معمول من الكويتش ده لا يتشرب النجاسة فليس فيه مسام فيمكن غسل وتطهير والصلاة به ده كان كلام الشيخ الحافظ التجاني رحمه الله لانه كان ساكن في مغربلين وكان احيانا تبقى المجاري تضحى في الشارع والناس ماشي بالاحزاء الجلب فيجو يقولون نصلي بالحزاء يقول لهم لا لانه تشرب النجاسة واضح ما ينفعش ما احنا قلنا لازم يوتي موضع الفرق والله تعالى اعلى واعلم ايه حتسأل السؤال ده الاخير ونختم بقى عشان احنا عندنا سفر من الفجر غدا السؤال الخير لا كنت معدولا يعني ده فيه مالا فلا ينحض الناس مثلا على ايه على شخص لا ينحض الناس عنده اموال ولكنه لا ينحض الناس ولكنه تعجب بيه مثلا في تلجان مثلا فقال لي ايه قال لي اخذ تصد مني مثلا على خمس تلجان تصد بسعر مثلا الوحدة بات اسمه بيع العينة بيع العينة السورة دي بيع العينة حرام عند الحنابلة جائزة عند الشفعية حرام عند الحنابلة وجائزة عند الشفعية وهي حيلة للتخلص من الريضة تقول له حرام عند الحنابلة جائزة عند الشفعية زي ما قلتلك كده وعندنا القاعدة للخروج من الخلاف مستحب واضح لا مش حرام يعني هي كده زي ما قلتلك انا قلتلك حرام يعني خلاص لازم تنقل العلم مزبوط يعني ما تقول له كده ان حلاء جائزة عند الشفعية وحرام وحرام عند الحنابلة لو استعملها يقلد الحنابلة لو عنده اضطرار وليس عنده اضطرار ولا حاجة يقلد الشفعية للخروج من الخلاف في قصة تمشي ازاي يبقى على حسب اضطرار وحاجته مضطر يقول لك المضطر يركب الصعب يا اخي لا مش مخلص هو حيعمل كده عشان يجيب موديل جديد للمحمول عنده المحمول بتاعه بالارتغام وعايز هو touch screen touch دي يرديك الكلام ده يعمل لي كده يبقى حسب ضرورة بيته تهده ما عندوش وامراته وعياله قاعدين في الشارع وعايز يقويهم في حب يبقى ده عنده ضرورة لان المأوى ضرورة لا يستطيع الانسان ان يعيش بلا بيت واضح يبقى على حسب الحاجة اذا كان محتاجا له ان يقلد الحنابلة وعلشان ليه ليه يقلد الحنابلة عشان يخليها في رقبة الامام احمد بن حم يقلد الشفائي قصدي يقلد الشفائي ده اجازة والحنابلة قاله بحرماته لانه من علامات الساعة العينة يعني ايه صورته هقولك صورته ازاي اشان انت مش فهم يقوله ايه انا حبيعلك التلت تلجات دولت تلجة دي بكاش بألف وبالتقسيط لمدة سنة بألف وتلتمية كويس انا حديك تلت تلجات دلوقتي كاش بايه بتلت تلاف جنيه واخد بالك وحشتريهم يعني حدهم لك الوقتي بالتقسيط حدهم لك الوقتي بالتقسيط بألف وتلتمية لمدة سنة خدت تلت تلجاتي بحد سدت كامل تلت تلاف وتسعمية كويس خدت التلجات قلت له خدت التلجات يقول لك طب انا حشتريهم منك كاش الوقتي بالتلت تلاف خدت تلت تلاف اهو وتهبدهم لانت بعد سنة ثلاثة وتسعمية معني بس هذه الطريقة هي دي الصورة هي دي الصورة فيمتني بقى الزباي يبقى كأنه هو خد وحيسدد ازيد هل اللي خده ده قرد فقرد جر نفع فهواربة ولا اللي خده ده مقابل بيع وشرة بيع وشرة ولكنه في صورة الربا فالامام احمد بن حنبل قال ان تتبايعون بالعينة وتتبعون اذنب البقر ده من علامات القيامة فده شكله حرام كده انا مش مستريح له الامام احمد قال اصبر علي الامام الشفيعي قال لا ده دي حيلة فقهية تخرجه عن كونه ربا لانها لم يكن قردا بل ده بيع وشراء ده بيع بالقفل وبيع بالتأسيب وكونه من علامات الساعة ليس معناه ان كل علامات الساعة حرام ففيه من علامات الساعة ما هو مباح تطور الزمن واخد بالك تهمت بقى المسألة وجهت نظر الفقير الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه صاع طمر جنيب من خيبة جنيب يعني طمر متجنب يعني بالوحدة جميل يسموه جنيب يعني متجنب كويس؟ اه الفراز فسأل سيدنا بلال اللي جاب له الصاع ده قال له اكله طمر خيبر هكذا قال لا نحن نأخذ الصاع من هذا بس ثلاثة أصع من الخليط فقال ايه؟ قال عين الربا عين الربا ليه لانه اتحد في الجنس والنوع اتحد في الجنس والعلة اتحد في الجنس والعلة فيشترت التماثل والتقابض والحلول وإلا وقعنا في الربا التماثل عشان نمنع الربا للفضل واخد بالك والحلول عشان نمنع الربا للنسيئة والتقابل عشان نمنع الربا لليد طيب الحل ايه؟ طيب انا عايز جنيب ومعنديش الا خليط اعمل ايه؟ فالرسول قال له الحيلة قال له بيعي الخليط بالدراهم واشتري الجنيب بالدراهم اه ده دلو على الحيلة تقيم في ازاي؟ ما انه حيبيع الثلاث قاصع بدراهم تجيب صاع كأن هي هي بس وسط الضراهم فتغير الايه؟ العلة والنوع فهمت ازاي؟ وفي ابقى بالتالي النبي دل على التحايل الذي يخرجك عن بائرة الحرام واخد بالك ازاي؟ فالامام الشافعي من هذه الجهة اجازة بيعي العينة بهذه الصورة تحايلا لأجل الضرورة حتى لا نرتكب المحرم واضح؟ كلام الشافعي فهمتوا؟ طيب فيه طريقة تانية الحيلة جات في القرآن سيدنا ايوب لما نظر ان هو يضرب مراته مش عارف خمسين جلد او مش عارف كم جلد او ماء جلد قال له ايه؟ خد بيدك ضغطا واضرب به ضربة واحدة ولا تحنك يبقى تقول له عن حيلة اشكده برضو للوفاء بالنسب يبقى يجوز الحيل الفقهية من اجل الخروج من المحرم لطاعة الله مع تغير احوال المكلف يهمت بقى الفتوى تمشي ازاي يا أستاذ؟ بس سبحانك الله ومه وبحمدك نشهد ولا إله لانت نستغفر اتبقى لك اقفر يا عم اشتركوا في القناة